في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضفت حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصر إجراميا شديد الخطورة بنطاق 22 مدرية أمن والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 203 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 71 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 746 قطع السلاح ناري أبرزها 86 بندقية واثنتان وسبعون بندقية ألية وأربعون مسدساً وخمسمائة وثمانية وأربعون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وسبع وثمانون خزينة إضافة لألف ومائة وسبع وعشرين قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463 ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثين حكماً قضائياً من بينهم 1658 حكم جنايا 167 ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون حكم حبساً 228 ألفاً وثمانمائة وتسعة حكم غرامة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال إسبوع في ضبط ثمانية تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع وتم كشف غمض 81 حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراح حريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 122 متهماً كما تم إعادة سبع سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1161 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها ما يقرب من 140.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على خمسة طن من نبات البنجو المخدر وكمية من بزور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلو جرام وكمية من بزور القنب البنجو وزنت أكثر من 130 كيلو جرام وكمية من مخدر الهروين وزنت قراب 36 كيلو جرام إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الايس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلو جرام وعدت 9266 قرص مؤثر و70629 قرص ترامدول مخدر كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البنجو هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيها وتم ضبط أربعة مراكز غير مرخصة لإعلاج الإدمان كما تم ضبط خضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروعة بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر